بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في الفيديو ده هنتكلم عن توقعات جديدة لابرز علماء الفلك وهي المتوقعة اللبنانية او بتقولوا انها بتستخدم علم الفراسة في استخلاص التوقعات هي مش منجمة وهي تؤمن بان لا يعلم الغيب الا الله وانها بتستخدم ذلك العلم في تحليل الامور وبتقدر من خلاله انها تتوقع اللي هيحصل في المستقبل القريب هي العرافة او المستبصرة مها عطية في الفيديو ده هنتكلم عن توقعات للدول العربية وتوقعات لدولة امريكا وهي التوقعات الابرز خلال هذا الفيديو هي اتكلمت عن امريكا بشكل مفصل وقالت احداث هنشوفها الايام اللي جاية او المراحل او الشهور اللي جاية في عام 2021 لكن الحقيقة هي بدأت بتوقع كانت منبهها عليه اكتر من مرة وهو تفجيرات وحرائق مفتعلة في كل الاماكن وخاصة في اربع دول في اربع دول عربية الموضوع ده حصل ولسه بتقول انه هيحصل والاربع دول دول لبنان سوريا العراق مصر تفجيرات وحرائق مفتعلة كلنا طبعا النهاردة ويستشدد بالتفجير اللي حصل النهاردة في مستشفى كوفيد 19 في العراق وحصل ان تم قتل 82 شخص على الاقل واصيب 110 اخرون جراء اندلاع حريق في مستشفى مخصص لعلاج المرضى بكوفيد 19 في العاصمة العراقية بغداد حسباب ما اعلنت وزارة الداخلية وذكر التقارير ان انفجار استوانة اكسوجين في قسم العناية الفائقة الذي يرقد فيه المرضى الموصلون باجهزة التنفس والغير القادرين على الحركة هو ما ادى الى اندلاع الحريق وافاد مسؤولون في خدمة التوارق بان كثيرين ماتوا في مستشفى ابن الخطيب بسبب فصلهم من مصدر الاكسوجين بينما اختنق الاخرون بسبب الدخان يعني كانت النهاردة محزلة في تلك المستشفى وبسبب الاهمال وبسبب اللي حصل النهاردة مات 82 شخص في دولة العراق في مستشفى ابن الخطيب لعلاج المرضى من كوفيد 19 يعني الناس دي راحة اصلا تعبانة ومحتاج انها تتعالج فاللي يحصل ان انبوبة اكسوجين او استوانة اكسوجين تنفجر فيتم اتقطع الاكسوجين عن الناس اللي موجودين في العناية الفائقة او العناية المركزة فلما الاكسوجين تفصل مش هيعرف يتنفسه فللأسف ماتوا وحتى اللي ما ماتوش عن طريق فصل الاكسوجين ماتوا من دخان الحريق ده غير اصابة 110 اخرون وكانت الناس كلهم كانوا بيدوروا في قريبهم في اجنحة المستشفى المتفاحمة وقال شخص ان كانت الناس بتنط من الشبابيك عشان يهربوا من قلسنة النيران واثار الحريق غضب شعبي وطالب كسيرون باستقالة وزير الصحة ده اقل حاجة ممكن يطلبوها نكمل مع بعض بقى التوقعات واتكلمت بقى عن امريكا وبعدين هتترجع تتكلم تاني عن توقعاتها للدول العربية قالت فيه توقع على دولة امريكا هنشوفه الايام الجاية رح نرجع نشوف عودة ترامب بقوة في امريكا وصورات عنيفة في الشارع الامريكي وصورة من الشعب وغضب وتفكك ولايات طيب ده نتيجة لايه يا استاذة مها فبترد علينا وبتقول بيرجع كلام على الساحة بان الانتخابات الامريكية الاخيرة اللي حصرت في شهر 12 و11 وهكذا كانت مزورة وهنرجع نشوف عودة ترامب كرئيس للولايات المتحدة الامريكية قريبا انا حسن موضوع مستحيل شوية لان امريكا لها قانون ولها دستور وصعب جدا ان حتى لو حصل فعلا تزوير مش هيرجعه وترامب هتحصل تاني اعادة انتخابات بس كل شيء جايز واحنا ما لنا غير النقل التوقعات وايضا بتقول في خبر مهم اخر بالنسبة الامريكا وده مهم بالنسبة ان احنا كدول عربية بتقول امريكا بتدعم بعض الدول العربية علشان يتحلفوا مع بعضها ولكن فيما بعد هنلاقي امريكا بتسحب الدعم من تلك الدول العربية وده هيسبب في وقوع مشاكل بين الدول العربية وبعضها ودول اخرى غير عربية ايضا واكبر مثال على الكلام اللي هي بتقوله بتقول ان امريكا سحبت الدعم وشالت ايديها من موضوع سد النهضة وحل المشاكل بين مصر واسيوبيا وسمعين طبعا ان الدنيا للأسف خلاص ووزيط الخارجية المصرية اعلنت فشل التفاوضات مع اسيوبيا وان اسيوبيا رفض اي مقترح بيجيلها ان كان من مصر او السودان فالمشكلة دي برضو امريكا سحبت ايديها وصحبت الدعم انها تتدخل في ذلك الموضوع وانها تحله وايضا مش ده بس هي بتقول في مشاكل اخرى تانية بين كذا دولة عربية وده هيسبب بعض الازمات لتلك الدول العربية وامريكا هيحصل فيها حروب كتير والحروب لسه ما انتهتش وفي حاجات كتير هنسمعها بتحصل في امريكا وكل وكالات الانباء والدول العربية هتشوف الموضوع ده منها سنشهد محاولة الاختيال الرئيس الحالي جو بايدن وابعاده عن الساحة وطبعا بتقول الله اعلم ان كان ده هيحصل ولا لأ لان ما فيش حد يعلم الغيب الا الله لكن ده توقع انا شايفاه ده كلام ما هعطيه بالنسبة للدول العربية بترجع تاني وتقول الله يستر من خضات امنية في مصر ولبنان وسوريا في خضات امنية وهي بترجع وتقول كلامي فعلا حصل شفنا في مصر وخصوصا في سينة او شرم الشيخ كانت ايلى شرم الشيخ بس هي كانت بتقول عمتا في المنطقة دي ما هي شرم الشيخ يعتبر في سينة هيحصل فيها مشاكل او حدث ارهابي وفعلا حصل الايام اللي فاتت من خطف اقباط وقتلهم لاحداث فتنة طائفية او لاحداث مشاكل للدولة والموضوع كان ساعتها ثائر جدا والناس كانت غضبانة وايضا بالنسبة لسوريا سمعنا ان في مشاكل او في تفجيرات او حرائق ده على حد قولها وطبعا سمعنا النهاردة العراق وبتقول برضو الاردن الموضوع مش هيخلص على حصل الايام اللي فاتت من القبضة على مجموعة من الناس ومحاولة انقلاب والموضوع كده ادارة في الخفاء وخلص بسرعة بسرعة بتقول الموضوع هيرجع تاني ولا وسيشتعل وهنرى تفجيرات دموية داخل الاردن فبتقول الله يسطر على كل الدولة العربية واحنا كقناة مساء الاخبار برضو بنقول ربنا يسطر ويحمي كل الدولة العربية والناس تعدي كل المشاكل بخير وسلام شكرا على متابعتكم لقناتنا انا كده انتهيت من الفيديو لكن حاب اقول حاجة مهمة استنونا فيديوهات اكتر على قناة مساء الاخبار ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش دوسوا على الزرار السبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات علشان تتابعونا في الجديد اللي بنزله ولو اعجبكم الفيديو تب خلوش علينا باللايك والشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس وسلامي لكل الناس والمتابعين وخاصة اللي بيسيبوا رأيهم في التعليقات وانا حابة اسمع رأيكم ايضا عن التوقعات اللي قالتها مها عطية شكرا ورمضان كريم على الكل وكل سنة وحضراتكم طيبين شكرا ورمضان شكرا navigate شكرا 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 شكرا